السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة التقص في المغرب امتداء من الايام القادمة وكذلك سوف نقدم لكم المدون المعنية وامطار الخير. اولا اخي اختي اذا كنت تشاهدوا القناة لا تنسوا دعمنا باللايكات والاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس. بس يوصلكم كعلى جديد الفيديوهات والنشرة المقبلة ان شاء الله في هذه النشرة الاندارية امطار متواصل على قليل جنوبي الملكة على اوسد الصمارة وكذلك العيون وبجذور باذن الله. ويتوقع امتداء كذلك من يوم غد ان تكون الاجواء كذلك غير مستقرة على السلسل المشرقي وشمال الاقالي الجنوبي الملكة وكذلك امطار حضر الطنطان والعيون وبالمين واسمارة باذن الله. ويتوقع باذن الله كذلك استمرار دية تساقطات المطاري الجد المعتبر على كذلك اسمارة باذن الله وبعد تساقطات المطاري على اوسد واسزاق. ويتوقع ان شاء الله استمرار دية تساقطات المطاري الجد المعتبر الاقالي الجنوبي الملكة على العيون والداخل واوسد والقارة والقويرة عفوا وكذلك امطار حاضرة كذلك على بوجدور بحول الله وبالنسبة كذلك اليوم الاثنين او الخميس استمراء الامطار ودخول عواصف رادية قوية تهزو المغرب فرحا على الاقليم الجنوبية الملكة وسوف تؤدي الامطار غزيرة وعرادية قوية محيلا على اوسرد وكذلك امطار وعواصف رادية متوقعة على كذلك المناطق الداخلية للمملكة في او او متوقع نجوة نسبيا غير مستقرة وتساقطات امطار ارادة طابع ارادة خصوصا على العيون وكذلك بوجدور وكذلك اسزاك كما تلاحظون في هذا النموذج الاوروبي كذلك بالنسبة لتوقعات العواصف رادية كما تشاهدون اخو العزاء عواصف رادية حاضرة على اوسرد وكذلك ربما تصل حتى الداخل باذن الله وبالنسبة كذلك لتوقعات الايام القادمة والتوقعات الايام البعيدة المداف كذلك يوم الجمعة استمرار هذه التساقطات المطارية على الاقلام الجنوبي لملكة وهذه العواصف الرادية ان شاء الله اما بينسبة كذلك اليوم السابت كذلك واحدة ثلاثون فيتوقع استمرار بعد تساقطات المطارية على السمارة وكتيغة غير م achienellية عمطان كذلك التوقعات يوم الاحد فيحتمل دخول بعد تساقطات المطارية ربما تكون على اقصى شمال المملكة. تبقى نسبيا امطار ضعيف محلي. وبالنسبة كذلك لتوقعات يوم التأثير بعد التساقطات المعتبرة ان شاء الله على شمال المملكة. وقد تكون امطار جد غزيرة على طنجة وتطوان سبت الف نيدق المضيق وعصيرة والعرائش تشفشاو اللاميمون ووزان وسدي علال التازي وسيد سليمان وقرات ابو محمد وكذلك وزان والرباط وبن سليمان والطربدة ابو رشيد القارة ولاد فرج الولدية الجديدة سيد سليمان والروماني. ويتوقع بحول الله كذلك استمرار لتساقطات المطارية والتلجية على مرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط على ميدلت واستمرار بعد التساقطات المطارية على سيد سليمان والريباط والعرائش ببرد. وبالنسبة كذلك لتوقعات يوم الاربعاء في احتمال استمرار بعد التساقطات المطارية والتلجية الكتيفة فوق المرتفعات الاطلس باذن الله. اما بالنسبة كذلك لتوقعات يوم الخميس اجواء نسبيا آآ غائمة بحول الله.